بسم الله الرحمن الرحيم عندما تضيق بنا الدنيا نلجأ إلى الله وعندما نلجأ إلى الله نجد في كتابه العزيز اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لذلك في هذه الجائحة وفي هذه الأزمة التي تحيط بالكرة الأرضية ليس لنا من سبيل إلا العلم وليس لنا من سبيل إلا البحث عن العلماء عن إنتاجهم عن تفكيرهم حتى يتم إنقاذ البشرية مما هي فيه لذلك أنا هنا اليوم في رحاب مدينة زويل بيشرفني أن ألتقي مع الدكتور شريف صدقي رئيس تنفيذي لمدينة زويل أهلا بحضرتك ألف شكر على زيارتك وإحنا متشرفين بكم النهاردة هدخل في الموضوع بشكل مباشر تم الإعلان عن مجموعة من الأبحاث أو الاكتشافات أو التعديلات التي تؤدي في النهاية إلى إنتاج متطلبات مرحلة رغينا وهي أجهزة تنفس سواء أجهزة قبل مرحلة الإعنال حرجة أو وسطها أو بعدها مجموعة من الإختراعات التي استطاع الباحثون في جامعة في مدينة زويل الوصول إليها وتم الإعلان عنها عايز من حضرتك إلقاء مزيد من الضوء حول هذه الاكتشافات أو التعديلات إنجاز التعبير ودور مدينة زويل بعلمائها أو باحثيها في محاولة مسند الدولة من ناحية والإنسانية من ناحية إحنا منحاول نلعب دور فعال في المجتمع خاصة في الظروف الحرجة دي فزي ما حضرتك إحنا منحاول نشوف إيه التحديات الكبيرة الموجودة في المرحلة الحالية اللي هو من ساعة ما لقدر الله حد بيوصاب لحد ما بيقدر يوصل للعناية المركزة وبيقدر يأخذ العناية بأجهزة تنفس المؤقتة جدا اللي هي برضو أعدادها محدودة وما هيش متوفرة أوي لو لقدر الله الحالات زادت جدا فنجي نشوف في المرحلة الأولى اللي هو حد لقدر الله مصاب ومش قادر يتنفس تنفس طبيعي فالإسعاف بينقله أثناء نقله في الإسعاف بيبقى فيه زي مضخة يدوية الفريق الطبي التمريض الطبي بيستعملها بطريقة يدوية فطبعا في ظروف الحالات المتكثرة هيبقى صعب أن أنا أخلي حد من الفريق الطبي دوتي بقاعد ما بيعملش حاجة غير أنه هو بيشغل مضخة اليدوية دي فقلنا دي أول عنق زجاجة لازم نبتدي نحلها فقلنا إيه حال من الممكن أن نحن نطور جهاز نصف آلي بياخد الممرض في البداية بيحط الجهاز التنفس ده للمريض أثناء انتقاله في حالة في الأسعاف لحد ما بيوصل للمستشفى يزبط البرامترز بتاعته وبعدين يحطه على النظام الآلي بحيث أنه يبتدي الممرض يبقى متفرغ لأعمال أخرى لإنقاذ أخرى لحالات أخرى تمام وبالفعل الحقيقة يبتدينا نطور الجهاز ده وده إحنا أولاد مدينة زول اللي عملوه النسخة الأولانية من الجهاز ده إحنا عاملينه بالكامل هنا وهو بيعتمد على فيه إربة وفيه مجموعة من الإلكترونيات والتحكم الميكانيكي فيه بحيث أنه بيقدر يدي نسبة الزفير والشهيق المطلوبة للمريد أثناء انتقاله للمستشفى وده برضو بينفع فيه أثناء حالات الانتظار الطويل المرحلة التانية أنه هو بيحتاج يعمل قياسات معينة وبيسمونه اللي هو جهاز التلفز فيه السونولويد فالفز اللي هو بيقدر يتحكم فيه فتح وقفل الزفير والشهيق ونسبة الأكسوجين وشرف فده دي النسخة التانية من الأصدار الأكثر تطورة الأصدار التالت ده بقى إصدار معقد أكثر ده اللي هو بيستخدم في العناء المركزة وده احنا خدنا ترخيص من جامعة إلينوي جامعة إلينوي طلعت نموذج من الأجهزة المعقدة جدا بتاعة غرفة العناء المركزة بتكلفة أقل بكتير جدا من تمن الجهاز المعقد ده وإحنا هرحية عندنا اتصال بيهم وتعاون معهم وخدنا منهم لايسنس أن نحن نقدر نعمل نسخة من الجهاز ده هنا بس طبعا في الظروف الحالية لازم نعمل كل الأجهزة دي بمكونات محلية مما يتبعه طبعا أنه كل التوصيف الجهاز هيختلف لأن لما تغير المكونات وحط مكونات محلية طبعا لازم يحصل بعض التعديل في التصميم بحيث يتوافق مع المكونات المكونات فأنتم نعمل التعديل ده ده نحن نتحدث عن الجهاز المعقد اللي هو داخل الأنية المركزة إمتى خدت قرار أن نبدأ في البحث في هذه النماذج هل كان ده قديم ولا مع الأزمة ده مع الأزمة ده مع الأزمة أول ما ظهرت الأزمة وبدأ المجموعات البحثية على تطوير ده وزي بقول حاج ده الخبرات الموجودة هنا ده ساعدتنا نحن كل العمل عندنا عمل في مجموعات بحثية بينية فكلنا بنشتغل مع بعض في تخصصات المختلفة وده ساعدنا مع طبعا تركمات الخبرات العملية الكثيرة والتجارب الأخرى اللي عملوها الطلب عندنا في تطوير أنظمة مختلفة لتطبيقات مختلفة كل ده صب في خبرات مختلفة فيه أنه يحط كل اللي تعلموه في الأجهزة دي أنه فعلا يبتدي يطور الجهاز ده ونحن نحط نفسنا في وضع أنا مش قدر أقول أنه بعمل الجهاز المعقد الصعب جدا اللي هو الغالي اللي بياخد تخدير ولازم يدخله أنابيب وكلام ده كله لا أنا بحاول أشوف إيه المراحل المختلفة في المشكلة اللي قدامنا وانكسرها لأجزاء صغيرة وأقدر أحط فعلا أن أنا أنقص حياة مواطن أصيب لقدر الله ومش قادر يتنفس أو هاخد وقت الممرض فيه أنه بينقص وقته ده وقت ساعات طويلة وقدر ياخد وقته في حاجة تانية فيها كفاءة أكتر بكتير كشفت أيضا عن قصور في استشراف المستقبل العالم بيجري فيه صراع وغيره وفجأة فيروس ده يروع بالعلم المجردة كباقية الفيروسات وقف العالم كله ده أعتقد هيرفع من شأن العلم والبحث العلمي والمنظومة الطبية والصحية بشكل عام طبعا هنا في مدينة زويل كيف يمكن استشراف المستقبل والاستفادة من اللحظة الرهنة في دخول في مناطق بحثية أخرى أكتر تطور ما أنا بقول لحضرتك إحنا دايما بتبني الأساس صح لما بتبني الأساس صح بتبقى على استعداد أنك أنت لما بيحصل لقدر الله أي كارثة من كارثة طبية دي بتقدر يبقى عندك أولا التفكير المنطقي التتعامل مع المشكلة إزاي تقدر تحليلها إزاي وعندك الخبرات الموجودة اللي تقدر تبتدي تتحط لها حلول فهو يعني وجود المنظومة المتكاملة للتعليم والبحث العلم المترابطة مع بعض واللي هي بتواكب أحدث ما توصل إليه العلم تقدر أنك أنت في وقت وجيز تقدر تطور حلول تحل الكارثة اللي حدثتك بتوجيها أنت مش هتقدر تتوقع الكوارث اللي جاي إنما اللي بيبقى عندك الكوادر الموجودة اللي زي ما حصل النهاردة في الكارثة بتاعة الكورونا دي كل النهاردة التركيز كله على المراكز البحثية سواء في تطوير فاكسين سواء تطوير أجهزة سواء كل الحاجات دي في المسكات في كل الحاجات دي مين اللي هيقود العملية دي اللي هيقود العملية دي المراكز البحوث اللي هي بتخدم الصناعة فإحنا شايفين أولا أنه لابد يبقى فيه التناغم والترابط القوي جدا بين الهيئات الأكاديمية والهيئات الصناعية لابد يبتدي فيه توطين للصناعة ده الدرس الكبير جدا المستفاد من اللي إحنا بيحصل النهاردة يعني عملية الانفصال بين المراكز البحثية والصناعة هي بيضايا عام دي فاجوة كبيرة جدا فالنهاردة الصناعة هتبتدي تشوف هل فعلا الجامعة قادرة أنها تطور حلول عملية الصناعة تقدر تأخذها وتطلع منها منتج يفيد المجتمع ده اللي إحنا عايزين يعني ده إحنا دايما نحاول نعظم الاستفادة من الظروف الصعبة اللي إحنا نمر بيها ونطلع منها أقوى بكتير جدا قبل كده بالعكس وأنا شايف يعني مش على صعيد بس العلاج أنت نهاردة بقى أصبح في الانلاين ليرنج والكورسات والانلاين والحاجات دي كلها عمرنا ما كنا هندخل في الحاجات دي خالص غير لأن إحنا أجبرنا في الظروف دي إحنا كلنا نتكاتف ونبتدي نشوف كل الأساليب المختلفة اللي نقدر نستعملها نفس القصة نهاردة بالنسبة للبحث العلمي هل إحنا بنعمل بحث علمي عشان نترقى به بس ولا إحنا بنعمل بحث علمي موجه للمجتمع هل إحنا بنعرف فعلا نعمل النماذج بحسية دي موجهة فعلا نتاخد خطوة وخطوة وخطوة بحيث توصل في النهاية لمنتج قوي معتمد ينزل للسوق ده اللي إحنا لازم نعمله لو المنظومة دي اتزبطت وده إن شاء الله يعني واضح جدا من تكاتف كل الجهات المختلفة في مصر وخارج مصر والتجربة دي أجبرت الناس أنها تشتعل في حاجات جدية جدا وإحنا نهاردة المثال فيه ده خير أشاهد طبعا يا الله دكتور أنا يعني طواق جد أن أشوف نتاج البحوث والعمل المتضافر ما بين الفرق البحثية عندنا حضرت خلاص تعال نتفضل ننزل ننزل المعامل ونشوفها خلاطو يلا تفضل